يعني نلتقل للخدمات اللي بتقدمها قدرة السجلات العسكرية لأسر الشهداء ومصاب العملات الاحرابية اللي بيسشدوا أثناء تعدية الخدمة وأيضا بيصابوا أثناء الخدمة العسكرية حقيقة القيادة العامة لقوات المسلحة بتولي اهتمام غير عادي بأسر الشهداء والمصابين عرفانا وتقديرا لمقدمون من تضحيات لرفعة قواتنا المسلحة ومصرنا الحبيبة فبالنسبة لأسرة الشهيد بيتم استخراج إثبات استشهاد للأسرة الشهيدة وتسليمه لزوية بيتم استخراج بطاقة علاجية لوالد ووالدة الشهيد وكذلك زوجته وأولاده لطلق الرعاية الكاملة في جميع التخصصات في المستشفات القوات المسلحة بيتم التنصيق لإطلاق اسم الشهيدة على إحدى المدارس أو الميدين داخل المحافظة بتاعتها دي سواء فندم جندي أو صف زب جندي أو صف زب بالنسبة برضو للمصاب احنا بنتطلع له بطاقة علاجية بيتلق الرعاية الكاملة في جميع التخصصات في جميع مستشفات القوات المسلحة لحين ربنا يتم شفاها الخير يعني إن شاء الله دي أهم الخدمات دي أهم الخدمات ستلوسري أكيد القيادة العامة حريصة على التطوير والتحديث بالصفة مستبرة داخل الحقيقات والإدارات والوحدات والتشكلات وأكيد إدارة السجلات العسكرية حريصة على هذا النهج وهذا السلوك من تطوير والتحديث بالصفة مستبرة من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين المترددين على إدارة السجلات العسكرية أوجه التطوير والتحديث داخل السجلات القيادة العامة الكوات المسلحة حريصة دايماً على التطوير في منظومة الأداء داخل الكوات المسلحة وفي ظل هذه السياسة احنا في إدارة السجلات بننهج نفس النهج على سبيل المثال احنا تم تطوير بطاقة إنهاء الخدمة العسكرية للمجند في ظل في حجم بطاقة التحقيق الشخصية في حجم تحقيق بطاقة الشخصية للفرد بحيث إنه بيسهل حملها ويسهل تقدمها حين تطلب منه ذلك في نفس الوقت احنا برضو شغالين في موضوع الدفع الإلكتروني بحيث إن الشاب بيقدر يقدم على الخدمة بتاعته يدفع الإلكترونياً وتلقى من قرب مكان الطلب اللي هو عاوز يقدم طلب الخدمة احنا برضو شغالين في موضوع إن احنا بنعمل دلوقتي بطاقة علاجية للصف وزباط في حجم بطاقة إلكترونية في حجم الكهرنية برضو بحيث إنها عليها جميع البيانات اللي تخصه على الخدمات يعني على الخدمات بتاعته بدل البطاقة الوراقية اللي كان بتتم زمان يعني برضو طورت استسجلات العسكرية ده باستخدام أحدث الأساليب الإدارة العلمية وتفعيل دول التكنولوجيا لخلال منظومة آلية متكاملة للتنفيذ المهام بأعلى مستوى من الكفاءة وتقديم الخدمة في أقل وقت ممكن وبدقة متميزة تم تزويد مجمع خدمة الموطنين بخدمة النظام الآلي ده اللي سات كنت ليس أتكلم عليه من حاجة المميزة هنا اللي هو مجمع الخدمات لحقيقة احنا مجمع الخدمات هنا من الطبيقين فيه تطبيق النظام الآلي ده بيتسالع على الموطنين في تقديم الخدمة اللي هو محتاجها طورنا عندنا هنا ميكروغرافيك ليصبح مركز رقمي يضاهي أحدث المراكز الرقمية على مستوى القوات المسلحة تم تطوير نظام التوصيق الميكروفيلم الرقمي بحيث أن احنا بنحاول الملفات الخدمة إلى حصولة رقمية وبنربطها مع قاعدة البيانات لسهولة البحث وسهولة الحصول على المعلومة في أقل وقت ممكن احنا بنقتني هنا أحدث الأجهزة التحول للرقم على مستوى القوات المسلحة الاستفادة منها بنحاول الأفلام الميكروفين الميكروفين المسورة إلى وسائط رقمية بنربطها بقاعدة البيانات برضو عشان لما نيجي ندور على أي بيان يبقى سهل جداً احنا بنجيب بيان دقيق في أقل وقت ممكن وبدقة عالية جداً جداً ستلوه يسر ده بالنسبة للأجهزة اللي موجودة داخل السجلات وداخل بركز الخدمات العسر البشر وتأهيل وتدريبه عشان يكون مؤهل لتقديم هذه الخدمة الحقيقة احنا عندنا هنا مجموعة من السادة الضباط وضباط الصف زو كفاءة عالية جداً وخبرة تم تأهلهم بواسطة فرق تعليمية عشان يقدوا المهم بتاعتهم بصورة كويسة جداً وبدقة عالية وبإتقان شديد يعني